وفي ليالي وإيام شهر رمضان المبارك وبعد الاستقرار الأمني الذي يسود محافظة صلاح الدين خلال الفترة الأخيرة تشهد المحافظة اكبلا واسعا من العوائل على الأسواق والمحال التجارية الكبيرة للتبضع والتزود بما تحتاجه في الشهر الفضيل حمزة الربيعي والتفاصيل أجواء شهر رمضان المبارك في محافظة صلاح الدين لها ما يميزها إذ شهدت أسواق المحافظة توجه العوائل للتبضع حتى ساعات الليل المتأخرة والتعايش مع التقوص الاجتماعية في هذا الشهر الفضيل بعد الاستقرار الأمني الذي شهدته المحافظة خلال الفترة الأخيرة أقبل علينا هذه السنة شهر رمضان المبارك بطعم مختلف وبنكهة مختلفة عن السنوات السابقة من حيث استطباب الأمن والأمان بجهود سواعد لأبطال من الحجد الشعبي والقوات الأمنية البطلة هذه السنة حيث ما زالت تحافظ أبناء المحافظة محافظة صلاح الدين على العادات والتقاليد من حيث ممارسة لعبة المحابس وغيرها وكذلك التزاور فيما بينهم وتبادل مواعد الأفطار وكل الأجوار الروحانية والطقوس الشعبية إضافة إلى لعبات لعبة المحابس التي تتجدد سنويا وكل عام كل الأجوار يعني نشوف الأطفال أكو تزاور أكو مثلا محبة أكو روح الأخاب بين الناس لأنه الأجوار يعني توحي إلى هذا شيء فنشوف الناس كلها فرحة لأنه هذا شهر خير شهر طاعة شهر الله سبحانه وتعالى اللي يفرض على الناس به الصيام نتمنى إن شاء الله للجميع الصحة والسلامة والعافية ومع إقبال أهل المحافظة على التبضع فأن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعا بشكل ملفت للنظر دون أن تأخذت جهة الرقابية دورها الفاعل جراء ذلك لذا فقد ارتجى مواطنون محافظة مراعاة قدسية وخصوصية شهر رمضان والوضع الاقتصادي الضعيف لدى أكثر العوائل رمضان كريم على كل العراقيين على أبناء محافظة صلاح الدين بأقضيتها ونواحية وأريافها نتمنى الخير والسعادة حقيقة أتمنى أيضا على أصحاب المحلات التجارية أن لا يكونوا جشعين برفع الأسعار إضافة إلى مطالبتي للحكومة بإطلاق رواتب الرعاية الاجتماعية لأن هذه الطبقة مسحوقة بحاجة إلى هذا المعين المادي أجواء رمضانية تنشر فيها معالم التراحم وتبذر فيها بذور الخير والعطاء أجواء رمضانية تعيشها محافظة صلاح الدين إذ أسمت تحسن الأمني فيها لزيادة جمال ورونق أيام هذا الشهر الفضيل الذي سيبقى عنوانا للمحبة والإخاء والتفاني من صلاح الدين حمزة ربيعي الرابعة اشتركوا في القناة